خلينا نطمن برضو حضراتكم على عمر السلية هو طبعا بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي بعد العودة إلى القاهرة للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال إن السلية مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي والتدريبي على مدى الأيام المقبلة ويهيخضع لفحص طبي في تدريبات الفريق يوم الأربع جاي إن شاء الله طبعا لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا كمان الجهاز الفني بخيادة مستر كولر اجتمعا بارح مع الدكتور أحمد أبو عبلة عشان يتطمن بشكل عام على حالة اللعيبة كلهم بعد انتهاء طبعا مشوار الفريق في كأس العالم للأندية وتم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للعبين بالتنصيخ أكيد مع الجهاز الفني بعد انتهاء الراحة للتخلص من الإجهادات العضلية طبعا يعني ليهم حقبوا مجهدين على كل الأصعيدة مش بس عضلية ضغط مباريات تنقلات في بطول الكأس العالم للأندية سفر من هنا لهنا استعدادا طبعا كمان للسودان والسفر للسودان الحقيقة كل اللعيبة بيبذلوا مجهود كبير جدا 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 ماتشاط وراء بعضه وصفر من مدينة لمدينة ويعني الحاجات دي تقوموا جدا يعني المجهود اللي بيبذل مش بس في أرض الملعب أثناء الفعاليات بتاعت المباريات لا ده عشان توصل لمرحلة أرضية الملعب دي في بعض الأحيان بيضطروا يسفروا عدد طويل جدا من الساعات فربنا يعينهم إن شاء الله بس هما أكيد أدهوا أدود طبعا كم انت بتقولوا ده صحيح جدا وزي ما احنا بنتكلم دي بقى جزء برضو من الدغطات اللي بتعرض لها اللعيبة كريمة يعني السفر وغيره بس هنرجع نقول يعني خلاص دلوقتي انت عديت المرحلة دي أو فكرة الاحتراف أو فكرة ان انت بتبعت الحال رقم واحد وبتشارك في كل البطولات فيعني بتالي الأهل يواخد على كده فيعني ربنا أكيد يكون فعونهم بس احنا شايفين ان هما أده بإذن الله الفترة اللي جاية